هذا أقول له يداك أوكت وفوك نفخ ما الذي اضطرك إلى أن تترك بلاد المسلمين وتعيش في بلاد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أو بين ظهراني المشركين لا تتراء نارهما يعني هذا طريق وهذا طريق مسلم له هدي وله منهج في الحياة وله أسلوب وله طريقة والكافر والمشرك له هدي آخر وأسلوب في الحياة وعادات وتقاليد وأحكام تختلف لا تتراء نارهما ما هم سوى ليسوا سوى فما الذي جعلك تقيم في تلك البلاد حتى يصل بك الأمر إلا أن تخسر وتفقد أولادك هذه الفتاوى التي تصدر في أوروبا للجراية المسلمة هذه أيضا من جملة الضريبة ومن جملة الثمن الذي يدفعه من يعيش في بلاد غير المسلمين لأن العلماء هناك يعني بدأوا يخففون عن الناس يقولك الناس يعني ظهر لنا ما يسمى فقه النوازل والأشياء الضرورة تبيح المحضورة والحاجيات وكذا وهذا مجتمع غير مسلم فالذي يعيش هناك وهو غير مضطر إلى الحياة هناك ذا كانه مضطر بمعنى أنه ملاحق في بلاده لا يستطيع أن يرجع وإذا رجع إلى بلاده يوضع في السجن وعاقب عقوبة شديدة وإلا كذا وإلا هو ما لفراغ في باب الدعوة إذا تركه لا يجد من يسد مسده ذا كان الأمر كذلك فالبقاء في بلاد الغرب يعني مستثنى لكن البقاء في بلاد الغرب لمجرد الراحة والرفاهية وإرضاء الزوجات والأولاد والحياة المنعمة والأمور يعني الكهرباء لا تنقطع والماء لا ينقطع والتسوق والمسائل اللي نعرفها كل الناس يعني تحب أن ترتاح في الحياة هذا أقول له من فعل ذلك هذا هو الثمن هذه هي الضريبة اللي بتدفعها أنت صحيح ترتاح وربما إذا عندك عمل تأخذ بالعملة الصعبة وكذا لكن هذه الضريبة عليك أن تحملها ما تقوله شحيه ما تقولش لا ولي والله ما ترك الصلاة ولا نخاف هذا ولدك تو ترك الصلاة لكن أبشر ولد ولدك ولا ولد ولدك قد يكون معاش يقول لا إله إلا الله أبكر وأنت السبب من السبب في هذا السبب هو أنت وذلك عليك أن تسارع لإنقاذ نفسك هذه إشارات وهذه إنارات لك ينبغي أن تستفيد منها لأنه كما قلت الجاليات الموجودة في بلالة الغربية تضطر المجالس العلمية هناك لأن تصدرهم فتاوى كلها تنازلات كلها نقص من دين المسلم يقول لك خلاص هذا محتاج يقدر يعمل في محل في خمر ويوزع الخمر على الناس لأنه ضرورة يقدر يأكل الربا ويبني حوش لأنه ما عندهش كده يقدر فكل يوم هو يجد شيء ينقص من دينه للي يقدر عريان معاش عنده شيء بكل وهذا من مظاهر التعري بسبب اللقامة في تلك البلاد أن أولادها يصبح عندهم عقوق وأنهم يتركون الصلاة وكذا وصدرت فتوى بأن المرأة حتى ولو تزوجت صدرتهم فتوى حتى ولو تزوجت تستطيع أن تحتفظ بأولادها هذا خلاف ما عليه جمهور الفقهة طبعا علماء الفقهة المسلمين كلهم يقول المرأة إذا تزوجت تسقط حضرتها لكن لأنها زي ما قلت فقه الأقليات وكذا يفتوى لهم بهذه المشايل وليدفع الضريبة هي الأسرة التي تقوم التي تقيم في بلاد غير بلاد المسلمين وهي غير مضطرة إلى ذلك